وعلى هامش افتتاح محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية التقى الرئيس السيسي رئيس التنفيذي لشركة الخطوط الملاحية الفرنسية العالمية وعددا من كبار المسؤولين بالشركة وخلال اللقاء شهد الرئيس السيسي بعلاقة التعاون التاريخي الوثيقة بين مصر وفرنسا وأكدا أن التعاون مع الشركة الفرنسية يمثل قيمة مضافة لتطوير إدارة ميناء الإسكندرية الكبيرة خاصة على صعيد إنشاء المناطق اللوجستية لزيادة الطاقة الاستيعابية به في إطار قيام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بحضور افتتاح محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية الكبير ورفع العلم على سفينة وادي الملوك أكبر وأحدث سفن الأسطول التجاري المصري استقبل سيادته السيد رودولف سعادة الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الملاحية الفرنسية العالمية CMA-CGM وعددا من كبار المسؤولين بالشركة وذلك بحضور الفريق كامل الوزير وزير النقل وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس أشاد بعلاقات التعاون التاريخي الوثيقة بين مصر وفرنسا مؤكدا أن التعاون مع الشركة الفرنسية يمثل قيمة مضافة لتطوير إدارة ميناء الإسكندرية الكبير خاصة على صعيد إنشاء المناطق اللوجستية لزيادة الطاقة الاستعابية به بما يعزز من قدرته في دعم التجارة والتصدير والاستيراد ويرسخ من مكانة مصر كمركز لوجستي وتجاري عالمي من جانبه تقدم الرئيس التنفيذي لشركة سي أم إي الفرنسية بالتهنئة بمناسبة افتتاح محط التحية مصر مشيدا بمناخ الأعمال في مصر ومؤكدا تطلع الشركة لتعزيز التعاون مع الجانب المصري في إدارة الموانئ وكذا التوسع في نطاق عمل الشركة ليشمل تشغيل مناطق لوجستية ومحطات إضافية في موانئ أخرى بجانب ميناء الإسكندرية